يعني كنت أقول حازم بأنه في الحقيقة هناك تساؤل يعني لا يعرف إذا كانت الفصائل الفلسطينية قد عادت إلى سياسة إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا يعني لاحظنا أنه هذه المعادلة في اليومين الماضيين ربما تراجعت في ضوء كما ذكرت أن هناك ربما يعني توافقا أو نجاح لبعض المسارات المباحثات في وقف اطلاق النار لتخفيض حدة النيران لكن الآن هذا الخبر الذي يقول بأنه أحد الصواريخ سقط على شارع رئيسي بين أسدود وتلبيب أيضا فيه إشارة يعني الشوارع تقصف في قطاع غزة وهذه أيضا رسالة ميدانية تقرأ بأنه هذه الصواريخ الآن بدأ مداها يتسع وهذا ربما يؤكد ما ذهب إليه القسان في إشارة أنه إذا ما استمر جيش الاحتلال بضرب هذه المناطق السكانية فسنعود لقصف تلبيب الآن هو في الدقائق الأخيرة رصدنا أن هناك استهدافا لستة قواعد جوية كما أعلن القسام وهذا يؤشر بأنه هناك إشارات ميدانية لاتساع رقعة النيران وأيضا استهداف بعض الأماكن كهذا الصاروخ الأخير الذي سقط في شارع رئيسي بالقرب من تلبيب يشير أيضا بأنه الرسائل التي تحاول إسرائيل تمريرها قد تعود عليها ربما هذا أيضا له علاقة بالتكتيك على الأرض وطبيعة تسيير أو تعامل الفصائل ميدانية مع هذه الاعتداءات الإسرائيلية أو هذه الضربات لذلك لاحظنا تكثيفا للقصف المدفعي وفي المقابل جيش الاحتلال ما زال يبحث عن أهداف يعني يشير في اجتماعاته بأنه لا زال يواصل البحث عن أهداف لذلك الساعات الأخيرة قد تكون خطيرة في ضوء أنه بدأ يشعر بأنه ليس هناك أهداف كما يشير كثير على الأقل من المراقبين العسكريين الذين يراقبون السلوك الإسرائيلي على الأرض وهذه القراءات التي أيضا تنسجم مع القراءات على المستوى الإنساني والميداني والخدمات التي تراقب حجم الأضرار التي تصيب فقط هذه التجمعات السكانية والمدنيون الآن إذا ما كان جيش الاحتلال بالفعل يبحث عن قائد ميداني والكثير من ما ينقل عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية وكثرة تداول صور محمد الضيف على الإعلام الإسرائيلي وربط صوره ووضع ساعة مؤقت هذه إشارات تقرأ حركة حماس جيدا ترجمة نانسي قنانسي 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 قنانس